قضية تغير المناخ في العالم عاملة ربكة كبيرة جدا لما بني نبص على العالم على مدار الشهور القليلة الماضية حرائق في بعض الأماكن باركين في بعض الأماكن عواصف وأمطار وشيول وفيضانات في عدد من الأماكن الأخرى وبتحصل الموجات المتطرفة دي حتى على مجتوى دولة واحدة يعني لو جينا ننظر مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الشرقية ضربتها عواصف شديدة جدا جدا بهدلت الدنيا من مناطق عند تانيسي ووصولا إلى نورث كارولاينا لحد ولاية نويورك وهذا الأمر تسبب فيه تحديات جمع وخسائر كبيرة من بينها أشارت إليه عدد من الصحف أنه في أكتر من مليون بيت أو وحدة تجارية انقطعت عنهم الكهرباء من بينها حجم الخسائر اللي حضراتكم شايفينها في الممتلكات العامة ولاية جورجيا كانت من ضمن الولايات أيضا اللي الأعصير فيها يعني تسببت فيه فاضنات عارمة في الشوارع لدرجة أنها عملت شلل مروري حتى الآن الخسائر البشرية بتقدر به حالتين وفاة حتى الآن حجم النزوح كبير جدا أشوفوا ده فين؟ في المنطقة الشرقية لو نزلنا لتحت شوية جنوبا في أقصى الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية نروح إلى هواي صورة مختلفة بقى تماما تطرف مختلف تماما في حالة التقص حرائق هائلة في لاهيانا تاون أو مدينة تاهيانا في هواي حتى الآن تقدر الخسائل البشرية بحوالي ستة وتلاتين شخص لقوا حتفهم إلى جانب إصابات إلى جانب نزوح الألاف من السياحة اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة بسبب حجم الحرائق الشديدة الحقيقة صحف كثيرة منها Associated Press والCNN وغيرهم بدأت تشير إلى أنه الناس كانت عشان تهرب من الحريق بترمي نفسها في الميا وده اللي يمكن تسبب فيه عدد كبير أو عدد مش قليل من الوفيات اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي دي تصوير بالكاميرات الدرون لمنطقة التي شهدت الحريق ما قبل وما بعد حجم الخسائر في البيوت وفي الوحدات السكنية لا حصر لها لأن الحرائق كانت مفاجئة ده رقم واحد ورقم اثنين مع وجود الأعصير في المنطقة الشرقية منها كان فيه بعض الرياح بتهب فيه على المنطقة الجانوبية فده اللي ساعد على سرعة اشتعال النيران في المناطق التي شهدت هذه الحرائق ترجمة نانسي قنقر